اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المقدمة الغريبة شوية دي الحقيقة بونا احنا بالايمان بنشارك احبائنا المشاهدين في ان احنا عيلة واحدة مش هنحط حاجات تقليدية ولا نقول حملة جمع العطاءات والحاجات اللي هي الكلاشيهات المكررة القديمة اللي بتخلي ناس تزهق والناس فعلا زهقت منها لكن لان هم عشامهم فينا وعشامنا فيهم ومحبة الرب المتبادلة بنقول بنحكي وبنقول يا جماعة صلوا صلوا من اجل احتياجات الارمية الست شهور اللي جاية والحقيقة بونا احنا قبل ما بنقول على الشاشة احنا بنقول له هو بنروح له بنقول له قاتي اليك يا رعية بكل الظروف هو رعينا بونا علشان كده مش بنسميها يعني ما بنحطش حاجات تقليدية لكن بنقول بنقول بنصلي انه هناك احتياجات خاصة موجودة صلوا علشانها بنصلي رغم انه بتبقى فيه مبالغ مثلا محطوطة الناس بتسأل المبالغ لست شهور بتبقى كام فاحنا بنحط فيه ناس كتير بتحب بتحب تعرف ارقام بنقول مثلا 240 ألف طيب يعني 240 ألف دي جاية ازاي احنا ممكن نقول تفاصيلها هيسمعوا تفاصيلها اياما في البرامج اللي جاية لكن علشان ما خدش من وقت كلمة ربنا هنا في الحلقة دي انا بصلي وده اللي نحطهه على قلبي انه يبقى فيه 250 مشترك جديد خالص بيجي بقى من الأحباء المشاهدين او من قريبهم او من عائلتهم العيلة تجبر عيلة الخدمة دي تجبر هو ده اللي نبصلي ليكون الحقيقة امين هو ده اللي نبصلي امين امين ده بسيطة جدا في البرامج الروحية بتاعتنا هتكون الكلمة هي الأساس زي ما اعتادنا دايما ان تكون كلمة هي الأساس امين 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 انا بشكر رب كتير على موضوعنا النهاردة نوح وحياة الرجاء نوح وحياة الرجاء كلنا تجيين نعيش حياة الرجاء لان كلنا بنمر ساعات بأزمنا صعبة سواء من داخل الانسان من حروب العالم سواء الشيطان او العالم اللي ده بدأ يخش في حياتنا وبنتعب وساعات ايضا من التجارب اللي ربنا بيسمح بيها من اجل رفعتنا الروحية ومن اجل ان احنا يكون لنا نصيب في السمائيات لانه كل واحد بيعمل بياخد اجرته فاحنا محتاجين ان احنا نعمل عشان ناخد اجرتنا السمائية اللي هي لا يمكن ان تقاص صحيح زماء البورس الرسول لا عين ولا عقل يتخيل ما لم تروا عينه ولم تسبع بأزم ولم يخطر على قلب بشر لكن في نفس الوقت عايز اقول لكم حاجة تانية ان احنا المفروض ان احنا نجد من اجل ان احنا ننال الجعالة او جعالة في هذا السباء مطلوب ايضا ان احنا ناخد بالمناسبة دي انت قلت ان انا لم كنتش عارف الحقيقة موضوع الفاندريزنج انتو ابتدتوه لكن هاخد الموضوع ده ونضعه النهاردة قدامنا او ندخله في الموضوع ان احنا من ضمن الاشياء المهمة جدا اللي في الجهات بتاعنا ان احنا نطلع برضو نطلع حاجة من اجل خدمة كلمة الله من اجل الكرازة من اجل الكرازة وده على فكرة القرامية ليست الصغرى البعض بستور انها الصغرى لكنها قوية وبتصل الى اماكن بعيدة ولا قلوب بيمكن ما كانتش مفتوحة ابدا فياريت كلنا في هذه المناسبة عشان نوصل الى رجاءنا السماء ان احنا من ضمن الاشياء اللي هي جهادات اللي احنا عايزين نعملها جهادات ضد العالم وضد الخطيئة وضد الشيطان ان احنا نجاهد من اجل ان احنا نخرج من عطايا نخرج عطايا وبالذات مثل هذه المحطة اللي هي ما بتطلبش وانا قلت الكلام دي ممكن قبل كده مرة او اتنين او تلاتة لا بتجيب ارقام ولا بتسامحوني ولا بتصيح زي ما بيصيح البعض في منتهى الهدوء وايضا بالايمان محطة بتعيش بالايمان ونحن واثقين ان الله سوف يكون مع هذه القناة وسوف يؤيدها وانتم كلكم عايزة اقولكم حاجة انتم المما بتأيدوا القناة انتم اللي بتاخدوا البركة اعطوا تعطوا كيلا فائدا ملبدا مهزوزا وبنفس الكيل لازم يتاكلون يكلوا لكم يعني النهاردة كل ما انت بتجاهد بالاجل انك يتطلع ببالغ للخدمة هنا والكرازة هنا على قد ما ربنا حيعاوض وزيادة بنفس الكيل ويزاد اعطوا تعطوا ومش عادة كلمة اكتر من كده وانتم الحقيقة خصوصا في اندنابوليس وفي نورس كارولاينا وفي رونوك وفي ميتشيجان ارجو ان ولادي كلهم واحبابهم واصدقائهم توصلهم هذه الكلمة ويستجيب الرب لهم في كل طلباتهم وعوتهم بكل خير نيجي لموضوعنا بقى نيجي لموضوعنا موضوع الحقيقة النهاردة بنعمة ربنا الحقيقة احنا كثير مننا بيمر بازمات وبيفقد رجاءه او بيضعف رجاءه عايزين نقرأ النهاردة من سفر التكوين لصح 9 ابتداء من العدد 8 لعدد 15 اسمح لي ابونا اسأل بيضعف رجاءه يعني امله في انه يطلع من الازمة سؤال حلو اوي هو في فرق بين رجاءه والامل في فرق كبير اوي بين رجاءه والامل اه يعني كلمة الرجاء مش هي الامل لا مش هي الامل لهوتيا او مسيحيا الرجاء في المسيحية هو ان يكون عندي توقع بايمان ثابت يعني نازم الاثنين توقع زائد ايمان انما بالنسبة للامل ممكن توقع انا باعمل ان انا انجح باعمل ان انا اخذ وظيفة الفلانية باعمل بتوقع لكن ما فيش معاها الايمان الثابت القوي ده الفرق احنا عايشين في حياة الرجاء مش في حياة الامل الامل ده للعالم نخليه للعالم ونرجو انهم كلهم يتحولوا من فكر الامل وحياة الامل الى حياة الرجاء اللي فيها الايمان بيحرك حياة الانسان بيخرجه من ازماته بيخليه يرى ما لا يرى ودي زي ما حنقول بعد كده ان على موسى انه لم يخشى غضب الملك ولكنها تشدد هنقول الاية دي بس انا عايز الحتة دي بالذات تشدد لانه كان يرى ما لا يرى متأسف من لا يرى متأسف من لا يرى الله المسيح مش ما لا يرى ده اخطر من كده من لا يرى كده شايفه فده الرجاء ان انا بقى بشوف الاحداث اللي جاية كأنها موجودة قدامي بعين الايمان وصدقوني لو انا ثابت مع المسيح زي ما حنقول دلوقتي زي ما انا حياتي بقت واحد مع المسيح زي ما المسيح الابن واحد مع الاب احنا نبقى واحد في المسيح حنشوف حتى برؤى العين صدقوني فين الجزء اللي هنقراه النهاردة لو اي حد قريب منه الكتاب المقدس يفتح على فين النهاردة تكوين تسعة اصح تسعة ابتداء من عدد تمانية الى العدد خمستاشر بسم الاب والابن والروح والقنس لله الواحد امين يقول وكلم الله نوح وبنيه خدوا باركم ان الله دايما هو يبادر انشياتي باستمرار وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا وها انا مقيم مثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل زوات الانفس الحية التي معكم الطيور والبهائم ووحش الارض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الارض اقيم مثاقي مثاقي معكم فلا ينقرد كل زي جسد ايضا بمياه الطفان ولا يكون ايضا طفان ليخرب الارض وقال الله هذه علامة الميثاق الذي انا اضعه بيني وبينكم وبين كل زوات الانفس الحية التي معكم الى اجيال الظهر وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الارض فيكون متى انشر كل بانشر سحابا على الارض وتظهر القوس في السحاب اني اذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية كل جسد في كل جسد فلا تكون ايضا المياه طفانا لتهلك كل زي جسد فلا نقولها تاني فلا تكون ايضا المياه طفانا بتهلك كل زي جسد الاله دا كل مجدوك رغم الله اللهم نقول مجدوك الجزء يكون وبدايتك وقدسك في البداية بتقول الله هو اللي بيبدأ بالمبادرة بالزبط الله هو اللي بييجي للانسان رغم الانسان هو اللي غلط بحقه امين اكيد اشوفي يا مم الانسان بعد ما اخطأ اول حاجة بقى عنده عامة روح مش شايف ربنا بيعمل كل حاجة مش شايف بيعمل كل خير ومش شايف صانع الخيرات ومش شايف دي واحد نمر اتنين مش قادر يوصله بل بالعكس يبقى واقف كده يا مرعوب يا امي قولك سيب ربنا ويمشي لان في خطية فربنا ما بيسيبوش يبتدي هو ربنا اللي يجيله وده جه لآدم زي ما احنا فاكرين جه لخيين وهنا جه لنوح ممثل للبشرية الجديدة اللي بعد الطفان حصل استقصال للخطاة اللي كان يقولك كده تصور فكر قلب الانسان شرير كل يوم عشان كده الناس تستعجب ازاي ربنا يشيل كل ده من العالم ده كله لان كله كان في الشرير الى المنتقى ما كانش فاضل غير امل في التمانية اللي هو نوح وزوجته وثلاثة اولاده وثلاثة زوجات ابناؤه هم دول اللي لقوا نعمة في هنا هم اللي لقوا نعمة في هنا واردتهم كانوا كوا حتى التمانية برضو يعني ومع ذاك ربنا برضو قال مفيش مانع حتى لو كان واحد فيهم يعني خاطي يعني او ملاش نقول خاطي يعني حينحرف شوي فربنا دايما بيفتدرنا يا جماعة عشان كده بيقول انا واخف على الباب اقرع من يسمع صوت وافتح ليه الباب ادخل واتعشى معه ومعي يقول انا واخف افتحي ليه حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي ايه الدلعة ده ان رأس امتلأ من الطل وقصص من دا الليل يعني وقفت التير اوه على الباب قلبك دايما بيبتدرنا يا حبائي وعشان كده عايزين نتجاوب معاه بنكون عندي رجاء في ان انا اخلص من خطياي اركب يا ادخل الفلك ادخل الفلك اللي فيه خلاص في الشبع في الامان خلاص شبع امان يعني يعني انجا من الغرق يعني انجا من المور هقرق هقرق فما فيش ما فيش طريقة غير كده يعني انا غرقان غرقان بالضبط كده لان المياه كانت عظمت جدا لغات ايه رؤوس الجبال عايزين نركز شوية على موضوع القوس في الاول اللي هو قوس قزح يعني ومن هنا جات فكرة الرجاء اللي هو العلامة العلامة الميثاق العلامة الميثاق طيب انا بس في ممكن سؤال هنا بنعرف بيقولها انا مقيم نيثاقي معكم ومع نسلكم موضوع هنا في بشر ومع كل ذوات الانفس الحية وبعدين بيكمل التي معكم الطيور والبهائم وكل وخوش الارض يعني الحاجات دي غير عقلة كيف يقيم الله معها عهد اول نقطة ان من الحيوانات الي دخلت كانت فيه الحيوانات الي بتعمل زبائح تمام يبقى عايز يحافظ على مصدر الزبائح تمام ده واحد لقد في نقطة تانية ان الله بيهتم بكل روح حية او نفس حية قصة حتى لو كانت عصفورة حتى لو كانت دابة حتى لو كانت سمك في البحر هنا واضح انه الله بيشمل الكل برحمته بعد ما استقصل الشر اللي باقي بيعتني بيه سواء انسان او كل نفس حية حتى لو كانت حيوان يبقى اولا عشان خطر يعني يستبخي للزبائح من اجل الزبائح نمرة اتنين ده يدينا فكرة عن ان الله بيرعى الكل حتى الحيوان عشان كده العصفورة واحد يسقط لا يسقط الا ايه بقرادة القام عصفورة واحد يقف مش كده علمنا كده ايه ده ايه بكد حاجة مسهلة عمل ربنا ومحبته مسهلة لو احنا بس ركزنا شوي الكتاب دايما وخصوصا في العهد القديم حتى في العهد الجديد بتبقى اسماء الشخصيات اللي الله بيديها وعوده بتبقى ليها معنى معينة ايه احنا بنقرأ كلمة معنى بنقرأ اسم نوح ايه بس كتير بس كتير ما بنعرفش يعني يعني ايه اسم نوح نوح معناها نياح او راحة كلمة نياح باللغة العربية معناها راحة فلو احنا متخيلين فوس التفانش صعب ده دخول هو اللي بيقود اول هو اللي عمل او كان قائد العمل بتاع بناء الفلك اللي قعد مئة وعشرين سنة هذا القائد كان لابد ان يكون لاسمه ربنا يرتب ان اسمه يكون ليه معنى عن عمل الفلك برمز الى المسيح وطبعا لو كان فيه وقت ممكن نتكلم على رمز بتفصيل رمز الفلك وتفاصيل الفلك كل شيء برمز الى المسيح الفلك الفلك بتاع نوح بتاع نوح فهنا يمثل نوح قائد الراحة لانه مفيش خلاص من غير سلام ومفيش سلام من غير راحة مزبوط فاذا كان الفلك خلاص مصدر خلاص يبقى اذا بدي ايه بدي سلام والسلام بتدي راحة لما يكون عادي انا انا مفيش بوش كده بالنسبالي مفيش حاجة بتهاجمني مفيش خوف يبقى انا قاعد ايه يبقى تخلصت راح بال راح باله متومن وبالتالي مرتاح مدى عندي راحة بال تخلصت مرتاح البال يبقى انا ايه في راحة المعنى ده يعني ده بيخلينا تعرف ان كل كلمة مكتوبة هنا الله بيقصد بيها حاجة الحياتي ناخد اتصال من اختنا بنت الرب اهلا وسهلا بيك اهلا اهلا مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير اهلا وسهلا الله معكم والرب يرافقكم بس بدي طلب منكم اذا بتريدوا اذا بتسمحوا طبعا ناخد بركة بدي ابونا يصليلي لانا شوي تعبانة انا صحيتك تعبانة يعني يا حاد في تلبة تاني صحتي مش كتير مساعدتني ابونا صليلي اه بركة الله بيساعدني الرب بيساعدني ثقي ثقي تماما صدقيني ونحن مؤمنين تماما انه سوف بالصلاة اللي احنا حنصليها وانتي حتصليها حيتمجد اليوم يتمجد معك ان شاء الله بكل الثقة والايمان نعم ان شاء الله شكرا لك يا حايفتي شكرا لك ربنا يبركي ابونا هيصلي ابونا اه كمان جات طلبة اه اخت اه مصابة اه مرض بيسبب لها تقريبا شلل فهي بتصلي انها تعتني بنفسها وربنا يلمسها اه بلمسة شفا اه بيقول كده الان اقوم اصنع الخلاص على نية تنة ثقي في هذا يا بنتي انه الان يقوم يصنع الخلاص على نية تنة وتمشي وتتفري سيما حصل لمخعد الباب الجميل باسم الرب يسوع قال له باسم الرب احنا ما معناش حاجة ده بطلس يحنة لكن باسم الرب اقولك قوم ومشي ثقي يا رب بالايمان هتقوم وتمشي بالايمان هتساعد نفسك وتخديم نفسك ان شاء الله بيزي ربنا وباسم الرب يسوع لكل مجد لكل مجد الفلك الفلك ده انت عايزة تفتح موضوع جميل قوي بس ما عرفش الوقت عشان خطر فيه موضوعين فيه موضوع الفلك رمز للمسيح وفيه موضوع الرجاء فاذا كنت تسمحي بقى هتبقى حلقتين يعني مش هنقدر نخلص على الحلقة واحد مش هينفع فعلا ان احنا نغطي نخلص على الموضوع كله فممكن نكلم على الفلك ورمز للمسيح ونبتدي برضو في موضوع الرجاء اذا كان يعني هذا يعني يسبح به وازا كان واحباءنا المشاهدين ايضا يسمحولنا وإحنا بنقولهم طبعا الخطوط مفتوحة باستمرار هذا البرنامج والبرنامج ايضا التاني بتاع ابونا التالي يوم الثلاث برضو برنامج مخصص للصلاة والبرنامج ده برضو برنامج بنصلي فيه امين فاضل يا ابونا طيب انا حنتكلم عن الفلك طب بسرعة شوية بقدر الامكان يعني ونشوف اذا كان الوقت حيسم احنا نكون على حلقتين الفلك اول حاجة ان هذا الفلك كان للنجاة والخلاص فلك خشبي وده يرمز الى خشب الصليب الاكيد يعني ادي اول حاجة لان الفلك يرمز في كل شيء فيه يرمز الى المسيح والصليب فهو خشب لكن معمول من خشب جفر وده خشب لا يسوص وبالتالي يرمز الى ناسوت المسيح الازل لم يرى فسادا دخل القبر وطلع بلا فساد نزبط فدي اول نقطة ان الفلك من الخشب وده رمز الخشب الصليب الخشب الخلاص الحاجة التانية انه له باب واحد وده ما احنا كده بنقرأ في يوحن الاسعى عشرة بيقول على المسيح عن نفسه لهو كل المجد انا باب الخراف من يدخل بي انا هو الباب باب الخراف من يدخل بي خدوا بالكم يخلص ويدخل ويخرج ويجد برعة خدوا بالكم يبقى هنا انا هو الباب الطريق الوحيد الطريق الوحيد للخلاص عشان كده بصر الرسول في اعمال الرسول الصحة 4 يقول ليس باحد غيره الخلاص ياريت كل واحد في الايمان وبعيد عن المسيح او خارج الايمان يسمع هذا الكلام ليس باحد غيره الخلاص ليس اسم تحت السماء اعطيه بين الناس به ان بغي ان نخلص الا اسم الرب يسوع مفيش طريق تاني فهو الباب الوحيد عشان كده الفلك يديه باب واحد خدوا باركم وقلنا اول حاجة انه هو ده الطريق الوحيد نمرة اثنين قال المسيح ايه قلنا في ايوحان عشرة قال به يخلص وفي الفلك كان خلاص لكل ايه المؤمنين ودخلوا الفلك التماني الباقي برك كله هلك بعدين قال ايه ادي كلمة يخلص بعدين قال ايه قال يدخل ويخرج يدخل ويخرج يعني خدنا حرية مجد الله اولاد الله يعني الخطيئة تابقوا قدامي مش هعملها لانها عندي نعمة نعمة حرية مجد اولاد الله ابقعد في مكان فيه الخطيئة بنعمة ربنا اللي فيه انا نخليهم يتبكتهم او هو المسيح اللي فيه بكلمة الله الخارجة من فم الضعيف يخليه يبكتهم يدخل ويخرج ويجد مرعة في الاخر يجد مرعة يبقوا لنا يخلص من الموت الموت الابدي نمرة اتنين قلنا يدخل ويخرج حرية احنا في حرية صدقوا يا سلام على المسيح اللي هو مع المسيح يقدر يستطيع كل شيء في المسيح حيثوا على ذي قوي ده بقول لسي الرسول اللي علمنا كبان حاجة يقول على انه كل شيء مسموح لي ولكن لا يستعبدني شيء شوف الحرية بتاعت مجد اولاد الله انا ممكن كل شيء تحيل لي ولكن لا يستعبدني شيء لانا عندي حرية 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 مدعمة بقوة اللي هي النعمة لان حرية الوحدها اشوف العالم والحرية اللي فيه من غير المسيح وبعدين النقطة الاخرين يقولنا يخلص يدخل ويخرج ويجد مرعة يجد مرعة الكفاية بقى يبسط يمينه فيجبع كل حي الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراعة خضر يربدني على مقر راح يوردني ايه يا ابونا كل حاجة ايوة كل حاجة حبيبي جسديا وروحيا ونفسيا يديك الاكتفاء وهم التمن انفس يا ابونا كانوا جوة الفلك في الفترة دي صحيح انا ما فكرناش يعني ما كانش ليه محسيات في اي حاجة مش كده يعني حاجة واضحة جدا ان فيه يبقى هنا الفلك شوفي معاني بقى يخلص الخلاص من الموت نمر اتنين يدخل ويطلع الحرية حرية مدعمة بالنعمة بالنعمة واخر حاجة ان هو ايه يبقى يدخل ويخرج الاول يخلص ويدخل ويخرج النقطة التانية النقطة الاخيرة ان هو ايه يجد مرعة يعني يجي اكتفاء لو احنا نتأمل شوية في ده الرمز وماله المسيح يبقى ايه هو كل الكفاية الحقيقة يبقى هنا يعني احنا ما بنعرفش الحاجات دي لا بنعودش قدام الكلمة كتير كتير ساعد يعني ما بيبقاش ليه وقت كده ان احنا نفتح سفر التكوين ونمسك الموضوع وفيه ناس بيقول قصة الطفان يعني علماشية علماشية لكن ما يعرفش بقى ايه اللي مرتبه ربنا لينا في هذا الفلك احنا مخلصين احنا ممجدين بس اللي يتعلق بيه منسيبوش ابدا في كل الظروف عشان كده موضوع الرجاء محتاجين احنا نكلم فيه فوقت يعني اطول شوية بقدر امكان احنا محتاجين نبدل متعلقين بيه في كل الظروف وفي كل الاحوال ونحن اعظم المنتصرين ده بقى كده بوليس الرسول في رمية تمانية بسيدة ابن عدد 35 لما المنتصر يفسرنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام جوع ام عري ام خطر ام سيف من اجلك نومات كل النهار ولكن يعزم انتصادنا بلاذا احبا نوح وحياة الرجاء هو موضوعنا النهاردة اللي لسه لنا فيه تأملات مبركة كتير اوي مع ادسى ابونا نخيل عبد الملك فاصل قصير بنعود معكم ومع اتصالاتكم مع تلبات صلواتكم مع اي اختبارات او سؤالات لأدسى ابونا فاصل ونعود معكم حالا اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 من خلال يعني البروسيس بتاعت بناء الفولك انه هو عاديت بني كم سنة عاديت بني وعشرين سنة اهل كده انه لاني يا دين روحي اكتر اكتر من كده يعني يعني بكت الناس بي وعشرين سنة لمدة ايه مدة بناء الفولك فخدوا باركم يا جماعة انه الفولك ورمزن خلاص لكن في اثناء عملية البناء كان عندهم الناس ايه رجاء فنهم يخلصوا واهملوه واهضروا هذا الخلاص اهضروا هذا الرجاء كان شايفينه او حسينه بينما احنا دلوقتي بنشوف برجاءنا بنشوفه بايه بعين الايمان الايمان هو استيقى بما ايه يرجى وبالاقرام بامرة تورا فكان عندهم الفرصة والرجاء كان قدامهم يعني عايز اقول عينة مش عينة الرجاء كان بيتكون قدامهم خطوة بخطوة خشبة بخشبة حديدة بحديدة حتى طلاق الفولك طيب خليني اسمح ليسألك يا بوناء الناس وقتها هل هم كانوا في حالة ادراك لخطر معين ولا هم كانوا في حالة يعني عدم تزديق انه انه هيحصل موت وهلاك وزي ما اللي بيحصل دلوقتي يعني ما الناس كتيرة بتقول فيه ناس كتيرة بتقول اللي تكلموا عنه النار والجنة وما فيش حاجة اسمها ناردة انفتحك علينا وكان نفس الموضوع فهل كان عندهم ادراك انه هم هيهلكوا؟ اي شر تزنون مداما داسة دم ابن الله هم هناك برضو اي شر يا ظنون عندما داسه فكر الكرازي بان هناك فيه خطر للهلاك وفيه ايضا اسلوب للخلاص اللي هو الفلك اي شر تزنون وشافوا الشر نفس حكاية بالنسبة لنا حاليا بعد الصريب اي شر يظن الانسان اذا اهمل خلاص بخداره ومن داسة دم ابن الله وحسب دم العهد انه ايه ده نسب يعني زائل لده فده الاهمال انما من ناحية هم شايفين ونوح عمال يقول لهم يا جماعة العالم حيهلك وانتم فرصتكم تخشوا في الفلك يساع طبعا ما عرفش لو كانوا ندخل كلهم حيساع ازاي اكيد ربناك ههي دي طريقة يعني اصلا بدلوقتي جاد في الفكري لو العالم ده كله دي كان دخل اكيد كان ليه طريقة اكيد فالمهم دلوقتي انه رجائنا في الخلاص بالمسيح يسوع لكن وخصوصا انا ما قلت لكم ان احنا نوع كلنا بضيقات كثيرة ينبغي تدخلوا ملكوت الساموان وبنشوف الضيقات وبنقف عندها ما بنبصش يعني الرجاء ليه كيف سوف نمر من 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 ظلمة التجربة او الضيق من النفق البظلم بعين الايمان ولما يكون عندي رجاء حشوف الخلاص عشان كده بقوله السلسول قال حاجة حلوة اوي اوي يا ريت كلنا نعرف يقول فرحين في الرجاء صابرين في الضيق موظمين على الصلاة الاول فرحين في الرجاء شوفوا شايف الخلاص وبعدين صابرين في الضيقة دي الصليب يبقى هو فرحان قبل ما يخش في الضيقة لانه عارف انه هيعديها بقوة المسيح استطيع كل شيء في المسيح كيف ازاي دي يا بونا يعني دلوقتي لو اللي ليه حد مأسور او مخطوف او اللي حد في السجن ظلم اي والضيقة دي ازاي وهو فص الضيقة دي ولا هو عارف مثلا انه مصاب بمرض مهلك مرض يعني اه والاغلب انه هو حينتقل يعني بالضبط ازاي 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 عمل معجزة ربنا ماشي ازاي هتقول لي انه هو شايف ازاي هتقول لي انه هو صدق ازاي بونا السؤال حلو قوي على فكرة احنا لازم نفرق بين نوعين من الرجاء رجاء في الارضيات ورجاء المجد يا جماعة عشان كده بقوله سرسول فكرون سرقوة 15 يقول كلمة خطيرة قوي ان كان لنا رجاء في المسيح في هذا العالم فنحن اشقى جميع الناس ازاي كنا فاكرين ان المسيح عايزين فلوس يا ربي يدينا عايزين نطلع من السجن يدينا عايزين نشفى من المرض دي يدينا عاديين لطلبات شوف يا حبائي لابد ان يكون لنا علاقة بالمسيح ازاي ما حنقول دلوقتي وحننبتدي بقى في الموضوع يكون لنا علاقة بالمسيح علاقة شخصية علاقة اتحادية علاقة خلطة حقيقية احيا لا انا بل المسيح يحيا فيها وبعدين الطلبات حتيجي احنا بنبصر للمسيح علا انه ادينا حللنا المشكلة الفلانية نجح فلان الاوراق الفلانية المشكلة بتاعت اولادي بعاد عن ربنا اخويا مش عارف بيسكر ومش عارف ايه والتاني بيلعب امار يا رب اشتغل اشتغل قاعدين فاكرينه كاتب قاعد بيكتبش كاتب طلبات وطلبات تنفذها فين العلاقة اللي بينا وبينه بالظبط زي ما اديكم مثال واحد داخل البيت كده وشاف الحنفية زي الدهب كده حلوة وشاف تلاجة جميلة قوي وشاف مش عارف حاجات في البيت يعني فيرنشارد جميل قوي عايز تاخد دي وعايز تاخد دي كده ما غير ما تشتري البيت بالظبط كده احنا عايزين الاول علاقة بالمسيح وبعدين كل حاجات اطلبوا اولا الملكوت الله وبره كل اشياء تزادوا لكم مش بس كده ده الحقيقة في مراسي ثلاثة واحد وعشرين يقول ايه يقول ايه خطيرة قوي ودي عايزين نركز فيها شوية يقول نصيبي خدوا بالكم نصيبي هو الرب قالت نفسي يعني من جوايا نصيبه والرب قالت نفسي من رأسي ثلاثة واحد وعشرين لذلك ارجوه ارجوه مش ارجو منه انا عايز ارجوه هو يا جماعة خلينا نبقى واخدين بالنا مسيحيتنا اخطر خالص من الكلام اللي احنا ساعات بنعمله وساعات بنطلبه وقعدين بنطلب طلبات 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 بينما انا ما طلبتوش هو يقول كده في منزول تلاتة وسبعين برأيك تهديني وإلى المجد تأخذني شوفه بقى الرجاء اللي فوق وإلى المجد تأخذني من لي شخص من لي مش ما لي شوية فلوس وشاية بيوت وشاية عربيات من لي فهو في السماء ومعك لا اريد شيء على الارض دي العلاقة الشخصية اللي بينه وبينه تبتدي كده عايت تاخد حاجات كويسة من ربنا اتعامل مع ربنا نفسه في الاول عاش كده قال تعالق بي فانجيه وكل حاجة بقى حد تعالق بي فانجيه ورفعه لانا عارف اسمي يدعوني استجيبه له شوفوا بقى لان فيه ايه تعالق بي في الاول خدوا بقى لكم في الدفع المضمورة واحد سعين في الانجيه وتسعين في الاجبه تعالق بي فانجيه ورفعه لانا عارف اسمي يدعوني استجيبه له معه انا في شدة انقذك ومجده مثل الايام اجبعه شوفت زي شوفت ضربتك لاجيه بعد ايه تعالق بي في الاول ابراهيم كان خليل الله قاله ايه الحكاية صانع الارض راسنا عضلا استمع له استجاوب معه فيه عناقة في الاول خليل الله موسى كان يقولك هارون بتعبر النبوة يتكلم معه هارون اخو موسى اما مع موسى اتكلم ايه فما لفما علاقة يا جميع عايزين هذه العلاقة ده فيه لو الوقت كان يسبحنا واقلا كامل المرة جاية ده فيه اماميين كانت لهم علاقة اكتر من اولاد ربنا اليهود هنتكلم على الموضوع ده ان شاء الله يعني تقصد اماميين يعني مش من نسل بني اسرائيل في الوقت ده بالضبط ما بيذكرهم وللأسف فيه لغاية دلوقتي يتجايين من بعيد من المشارخ والمغارب والتكاؤنة في حدن ابراهيم اما بانوا الملكوت فاطرحونا خارجنا ده عايزين نخاف على نفسنا شكالة اه شكالة يجي من اللي هم عابرين وبشوف ايمان انا بشوف ايمانه فيه قدامي حالة هنا مزهلة من محبة ربنا مزهلة العلاقة بربنا بس عايزين نراعي فيها النمو الروحي اكتر واكتر انما ارضيتها قوية وصلمة ارضية الايمان يعني ارضية الايمان نعود الى المساق المساق الى قوس القزح قوس قزح قوس قزح بيفكرنا بانه المسيح القوي نبله مسنونة في قلب عداء الملك اللي هو الشيطين القوس ده اه بيفكرنا بايه ان عنده اسهم عمل الصديم اسهم ضد كل انواع كل الشيطان وكل قواته نبلك مسنونة في قلب عداء الملك يقول كده في المظمور فالقوس بيقول لنا بيكلمنا بيقول ان عندي سهام في قلب عداء الملك اللي هما الشيطان واعوانه وقواته الشريرة فاتطمنه بس للأسف احنا الشيطان دلوقتي بعد الصليب بقى اسد محطوط في قفص اسد محطوط في قفص احنا اللي بد ايه احنا اللي بنقرب منه احنا اللي بنقرب منه احنا اللي بنقرب منه ازاي ازا كان الشيطان موجود في سؤال يابوني هنا بيقول ازاي الشيطان موجود ولسه بيشتغل ايه وفي ايه في الكتاب بتقول رئيس هذا العالم اتي ايه وليس له فيه شيء ايه هو قال ليس له فيه شيء بس احنا بقى فين لو احنا بقى معاه مش هيبقى له فيه شيء فينا بس الشر مفروض اتغلب في معركة الصليب الشر اتغلب اتحصر مش اتغلب لسه المعركة النهائية في المجيء التاني اللي المسيح اللي فيها يقيد الى الابد الشيطان في السلاسل ايه الدهرية عشان كده احنا النهاردة مطلوب انه نحطاط من هذا الاسد الشرير اللي هو يعني عارفيني مكبوت عشان كده بيبقى اكثر شراسة عشان كده يشوف النهاردة شراسة الشيطان في العالم لانه مكبوت كل ما بص الصليب يتجن لانه متربط ينفس غضبه من داخل القفص واتحصر خلاص الفق انكسر ونحن نجونا احنا بنروح يعني ناس بتكلمني مثلا على موضوع الكازينو ناس بتكلمني على موضوع الفلوس والاهتمامات بالفلوس وغير الكازينو كبيرا ساعات الخمرة والادمان عموما يعني وفيه ناس بتكلمني عن الفلوس ودوامة المال ده مين اللي بيعمل؟ هو قاعد في القفص بتاعه عمال يشتغل انا اللي بقرب منه انا للخطيه بتلزز فيها عشان كده تصور فكر قلب الانسان انا اللي بتصور لازلت الخطيه عشان كده بقرب منه دي مشكلة مش مدركين لها عادة عادة بنيجي نقول ابونا ما هو الشيطان غواني وبدحك علي وهو بقى يعني انا انخدعت بيه بس اول مرة يعني هذا الفكر انا اللي بروح للخطيه يعني الانسان نفسه ايه يعني هو بيغيريني بس ايه رد الفعل بتاعي هو ابرأة فتفار مش اغرت يوسف وكانت كل يوم تطلب منه القطيه ايه اللي عمله شو في رد الفعل المشكلة في رد الفعل هو حيفضل يغيرينهو قاعد في القفص بتاعه لكن بينفص غضبا عشان يهلك كل العالم لو امكن انا اللي بتجاوب انا اللي بتجاوب مع القطيه ونقراها الحقيقه في عقوب لو في وقت نقراها في عقوب صح الاول من عدد 13 اللي حقيقه نقراها عشان كلنا نستفيد دي نقطة مهمة قوي عشان السؤال بتاع حضرتك نقرأ يعقوب صح الاول انا على فكرة لو اي حد عنده سؤال ابونا دلوقتي في يعني الحقيقة الساعة بتاعة البرنامج بتعدي بسرعة جدا فلو تنتهز الفرصة دي لو انت عندك سؤال او حتى لو عندك طلبة صلاة افتدي الوقت الولايب بتاع البرنامج ده بقدر تتصل حالا دلوقتي بنرحب بيك فضل يا ابونا يعقوب يعقوب صح الاول عدد 13 لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله لان الله غير مجرب اني اجرب من قبل الله لان الله غير مجرب مجرب ايوا برب عليك وهو لا يجرب احدا ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة اذا حبلت ثلاث خطيئة والخطيئة اذا كاملة تنتج موتا بس مشكلة او خد تباركم يبقى الله ما بيجربش حد بالشرط ابد ولا هو تجرب الشيطان معرفش يوصله على جبل التجرب ده ما احنا عارفين ولكن يجرب الانسان اذا انجذب هنا وانخدع من شهوته يبقى يشوف هنا رد الفعل بتاعه بيحرك الشهوة شهوة المال شهوة الجسد شهوة الادمان شهوة العيون الاخر شهوة الكرامة شهوة الذات المكان العالي المكان المتقدم بعدين هو بيعرض عليه الشهوة انا ايه تجاوبي بقى قال اذا انجذب وانخدع من شهوته ده التجاوبي بتاعه الانسان ثم الشهوة اذا حبلت ثلاث خطيئ ايه كلمة تحبلت بالجفالي دي يا عقوب ايه ابو يا عقوب يعني ايه ثلاثة الخطيئة بتقول ليك مش كده بل سؤال هيا تعبير يعني جدير بالتساؤل ايوه جدير بالتساؤل لان الشهوة لابد لها حاجة تاني عشان تولد خطيئة اذا الرجل وامرأة مضبوط ما ده التعبير الجزء دي عادينا حاوله التعبير روحي حتى يكتمل اه مصاب بيقول ان الشهوة اذا حبلت طب ايه الجزء ايه العامل التاني اللي يخلي الشهوة ثلاث خطيئة الارادة هنا مشوف التجاوب بتاعي باراتي بتجاوب مع الشهوة ولما يكتموا على اتنين الشهوة والارادة تنتج ايه خطيئ هقع في الخطيئ يبا هو بيعرض علي الاشطان وانا بتجاوب معاه باراتي وضحت كده وضحت وبعدين يقول والخطيئة اذا كاملت طلت موتها يعني اذا سبتها في الاخر الخطيئة ولود لو ماشا خطيئة الذات ايه اذا عايزة حلقة لوحدها قلنا خطيئة الذات خطيئة المال حب المال قاضي مش المال حب المال الاخره كل خطيئة بتولد خطيئة اللسان دي على القطايا اللي بتولدها فاذا انا سبتها بعدما يعني الشهوة والارادة جابت خطيئة لو سبتها وكاملت يبقى الانسان ايه هتحكم عليه بالموت هقدر يتوب هيبتدي يبقى واقع تحت الخطيئة مش قادر يقوم تاني لان الخطيئة كاملت دخلت جقلبه وتاخدت ضميره وابتدى ساعات يتلزز بالخطيئة دي اخطر ما يمكن دي المرحلة الخطيرة اللي هي فيها الانسان اذا مكانش يتوب هيحكم عليه بالموت الابدي وعلى فكرة مش حكم ده شيء طبيعي الله قدوس ومش ممكن يعاش القطاء والسماء ما فيهاش خاطي ولا دانس وبالتالي هو نفسه مش هيقدر يتعايش مع قداسة الله ومجد الله ثم هيروح للظلمة الخارجية عشان كده انا بسمهاش عقوبة بسمه وضع طبيعي ده قدوس وده دانس ما تبقوش قبل زي النور والظلمة بالضبط زي نور والظلمة زي نور والظلمة يبقى الوحد يحتاط من ان هو طبيعي يجر نفسه يروح الظلمة نعود لحياة الرجاء نعم نعود لحياة الرجاء يبقى اول حاجة قلنا في الرجاء ان انا مش ان انا قعد اطلب من ربنا حاجات الاول علاقة رجائي في الاول في علاقتي بالمسيح زي ما احنا قلنا الاية اللي انا بارتح لها قوي اللي هو بقول نصيبي هو الرب هو الرب قالت قالت نفسي لذلك ارجوه ده مش بس كده ده فيه اية تانية احنا عافق فاكرينها كلنا عايزين بس انتذكرها اطلبوا اولا ملكوت الله وبره ملكوت الله وبره هذه كلها هذه كلها وبعدين يدعونا في shaved 55 with 55 دعوة خطيرة جدا لى علاقة بربنا يقول ايه به 55 ع عيزى العدد اشعية 55 yaş reviewing 55 وفي الحقيق skipped اوبنا العطلوب اولا ا مش me ها في ماتةбу شاعية 55 دة هتكون اخر ايحية لنا مادة 6 اقول المادة 6だから اطلب اولى لكن لكن عايزين. الشعية? الشعية خمسة وخمسين. تيبا. واحد وخمسين متأسمة. اه اشعية واحد وخمسين. انا قلتوا على خمسين وخمسة وخمسين. لا لا خمسة وخمسين ما تقول ده ما قلت في الاول. خمسة وخمسين. اللي بتزي لقى من عدد ستة. شوفوا دبالكو الناس اللي عندهم رجابة هيشوفوا حيات الرجابة هيقول لهم ايه? اطلبوا الرب ما داما يوجد. وهو خليد. ادعوه وهو خليد. طب ما داما يوجد هو ربنا مش موجود. ساعت بيق موجود ساعت مش موجود. ايه? ايه اطلبوا الرب ما داما يوجد? مش تقال برضو بالمرة كده? اطلبوا الرب ما داما يوجد. ربنا مش موجود ساعته. ساعت موجود. اطلبوا الرب ما داما توجد فرصة مدام توجد الفرصة ما تضيعوش الفرصة اذا كان لك رجاء في السماء وايضا بعد ما كون لك رجاء في السماء بعلاختك المباشرة مع ربنا هتبقى برضو القضيات هتاخدها ويزهم يدعون اني انا استجيب وقبل ما يدعون اني انا استجيب وهم يسألون اني انا ايه ده بس عايز العلاقة في الاول رجاء هو الوعود هي دي هي دي الرجاء لينا اكتب اولا اكتبه الرب ما ده موجد انعوه هو قريب طب ازاي بقى بينا وبينه علاقة بقى واحدة ليترك الشرير طريقه ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره ويتوب فيكسر الرحمة فيكسر الرحمة وعود الرب رائعة وعظيمة لنا الحقيقة وقت البرنامج خلص بمتعة السرعة واحنا الطلبين صلاة من قدسك دلوقتي صليلنا لاحتياجات الارامية وللفترة بتاعة حملة اه او الفترة اللي حملة تجمع التقديمات الخدمة اللي جاية الاسابيع القادمة فارفعنا في الصلاة هنا والاخت بنت الرب اللي طلبت صلاة والاخت تانية بس في الاول لنعايز نلخص الموضوع في كلمات صغيرة بنسبة للموضوع الرجاء ان الفلك كان بالنسبة للانسان في ايام نوح كان رجاء خلاص العالم الكل ما ندخل وده النهاردة رجاءنا في المسيح يسوع لان ده كان الرمز ودلوقتي احنا بقينا في البرموز اليه بقينا في الحقيقة اللي هو المسيح يسوع المخلص الوحيد الباب الوحيد اللي هدخل فيه الى ملكوت السماوات يبقى دي اول نقطة اه نبقى فاهمينها واحنا بنعمل كونكلوجين يعني دي اول نقطة النقطة التانية انه مش ممكن حيكون لنا رجاء في ملكوت السماوات ولا حتى في الارضيات الا بايه الا بالعلاقة المباشرة مع يسوع المسيح لكل مكتب نشكرك الهنا الصالح لان كنت معنا وباستمرار يا الهنا بتكون معنا وخصوصا في الدقات يحنى الحبيب لما كان في النفي لقى نافزة مفتوحة في السماء لما كان استفانوس كان بيرجم لقى السماء مفتوحة وشاف ابن الانسان عن يمين العظمة كثير من اولادك يا رب في ازماته في دقات احنا بنشكرك لان عارفين يا ربي بعين الرجاء وبالايمان السابت فيك ننسى وفتبتح لنا كوى السماء وايضا يا ربي بالنسبة لاحتياجاتهم المادية ايضا مش بس الامراض والاتعاب والدقات واحتياجاتهم المادية كما ايضا يا ربي هذه القناة المباركة التي هي ليست الصغرى ولكنها قوية بيك كان داوت الفتى الصغير هو اللي واقف قدام جليات هذه القناة انتم بتاخدوا بركة مش هما اللي بتطلبوا منكم انتوا طلبوا ان تديهم عشان انتوا اللي تاخدوا البركة وتعطوا حتى تقولون كفا كفا اعطوا تعطوا يا احبائي خدوا البركة وكل ما دفعتم كل ما خدتوا بركة وان لم يزد بالركم على بر الفرسيين لهم كانوا بتدخلهم بلоко الاقتصموات في كثير في ناس بيكلموني يقولي ايه بإحنا بندفع بندفع العشور يا حبيبي ما قالك ما تدفعش العشور بس في حاجة ما اللم يزد بالركم على بر الفرسيين فلن تدخلهم بلоко الاقتصموات ادفعوا واعطوا تاخدنتوا البركة مضاعفة حتى تقولونها كفا كفا ولتوسع اهض Lauren بارك يا رب في هذه القناة بارك في العمرين فيها بارك على أولادك اللي كانوا معانا النهاردة وطلبوا من الصلوات من أجل بنت الرب لأنها تعبانا صحيا ومن أجل أخت أيضا مصابة وخايفة من شلل بنت الرب وهذه الأخت المباركة يعطيهم يا إلهنا شفاء كامل اليوم تلامسه يا ربي كما أنت كنت تلامس مع كل مريض وبتعطيه الشفاء كل الذين لامسوه نالوا الشفاء بالإيمان ونحن مؤمنين يا ربي أنك أنت تعمل كل شيء أنك أنت إله محب للبشر وقادر يا إلهنا تفاعل وتعامل واستجب يا إلهنا لك كل المجد إلى الأبد أمين محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح قد فلتكن مع جميعكم أمين امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم شكرا أبونا شكرا ليكم أحبائي مشاهدين أسبوع القادم مع البرنامج روح وحياة إذا تأنى الرب مجيء سترككم في ملك البركة شكرا شكرا للمشاهدة